محافظة المحافظة الشمالية وفي مستهل الندوة الحوارية أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن النجاحات المتحققة في القطاع الصحي وسائر القطاعات التنموية تأتي بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشددا على استمرارية مجانية الخدمات الصحية والعلاج والدواء للمواطنين في جميع الأحوال مشيرا إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن مشروع التسير الذاتي يأتي متوافقا مع برنامج الحكومة وتجسيدا للأهداف المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية